قل لي في جزئية المستدس خالد مرتجي وانت واحد من رجال الأعمال التؤال الكبار فكرة إدارة المال والأعمال لما يكون منوب بها واحد بالعقلية ديت أو بالخبرات الدولية زي ما الكابتل الخطيب عرضها في الندوة انت شايف هذا الاختيار؟ اعتقد الكابتل الخطيب كان واضح في اختياره أو في مبررات اختياره للكالد في الفترة اللي جاية انه حابب ان حد يبقى ليه أكتر علاقات دولية وليه علاقة أكتر بموضوع الشركات والشركات هنا مهمة جدا للمجلس ده يعني حاجل قابلة الشركات لوحدها يعني مهمة جدا ومهمة جدا عند الكابتل كمان فحابب ان هو بالنسبة له هيبقى يوفر لها فرص النجاح الكبير بالزبط فقا شايف ان مرتجي في الحتة دي هيبقى عنده القدرة جيبن العلاقات الدولية بتاعته وشايف ان هو هيبقى أكثر انسجامة معه في الحتة دي أربع سنين راضي عنه؟ الحمد لله راضي بنسبة كبيرة أنا من النوع شخصيا اللي بجلد نفسي كتير فأنا مش من النوع اللي على اساس ان انت عندك القلب في حتة تانية خالص لا أنا بجلد نفسي كل حاجة يعني ده في حياتي كلها يعني أنا من النوع اللي في شغلي وفي حياتي ما ترداش على حاجة أنا بريفاكشونس يعني ببعايز الحاجة كلها التيم لا كويس كويس بس مرهق من الاتنين طبعا وباخد بالي من أقل زعل حد يعني ما بحبش زعل حد يعني ما بحبش ان أنا النهاردة بقى شايف عضو زعلان أو شايف حد زعلان مني أنا بحبش أخلى بحاول أن أنا نرضي الجميع فالأربع سنين الحمد لله أنجزنا فيهم حاجة كتير على مختلف الأصعاد كلمنا كتير كلنا في موضوع الإنشاءات بشكل يعني كبير